محلي وإفريقي ودولي يمكن استحوى الزلعاب وإدارة الأهل على جواز الأفضل لعام عشرين أربعة وعشرين بالحفلة الذي أقامته مجلة دير جست مساء أمس السبت فزلعاب الأهل بأغلب الجواز ومعالي معلول أفضل زهير أيصر شايفين طبعا الصورة الجمعية دي صورة تاريخية بالنسبة طبعا للقرى المصرية وللنادي الأهل وبتوسط بالتأكيد الصورة دكتور محمد شوقي وكمان دكتور أستاذة طريق أنديل وكابتن خليد بيبو إمام عشور وسام أبو علي حسين الشحات مروان عطية وحارس المرمى الشاب مصطفى شبير علي معلول خد أفضل زهير أيصر مصطفى شبير خد أفضل حارس مرمى إمام عشور أفضل لاعب وأفضل لاعب خط وسط مهاجم وسام أبو علي أفضل مهاجم حسين الشحات أفضل جناح مروان عطية أفضل لاعب وسط والنادي الأهل أفضل نادي يعني أكيد جواز مختلفة بس الجميل كمان في الجوائز انت عندك كمام عشر واحد جايزتين في جايزة واحدة يعني أفضل لعب وبتتكلم كمان على أفضل لعب خط وسط مهاجم نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله لأسرة النادي الأهلي خلال الموسم المقبل وزي ما نشفت كمان خاليد بيبو خاد أفضل مدير كورة وجوائز مختلفة وعديدة للنادي الأهلي عايز أفكركم أن جوائز الاتحاد الأفريقي في الفترة الحالية بيتم التصفية لأفضل ثلاثي في كل الفئات يوم 16 ديسمبر في المغرب مصطفى شبير بيقترب أن يتواجد في واحدة من الاتنين يا أفضل حارس يا أمة ضمن أفضل لعبي مصابقة دوري أبطال إفريقيا وبإذن الله النادي الأهلي كالعادة هيكون أفضل نادي في أفريقيا في الجازة اللي هتتسلم في المغرب منتصف الشهر المقدم